بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بذكرة حلول محرم الحرام نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية نعزيكم بذكرة حلول محرم الحرام ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة إذا هل هلال محرم نشرت الملائكة قميص بين السماء والأرض ملطخ بالدماء مخرق بالسيوف يقول الإمام الصادق سلام الله عليه نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ من أهم الشعائر والواجبات الدينية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يصرح القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة بعض الشعائر واجبة كالصلاة وغيرها والصيام وبعض الشعائر مستحبة لذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام به الإمام الحسين سلام الله عليه قبل خروجه من المدينة بعدما كتب إلى أخيه محمد بن الحنفية بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أم الجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليامر بن عروف وإنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين طبعا الإمام سلام الله عليه بعدما رأى الجور والفسوق والفجور من بني أمي وطلبوا منه البيعة طلبوا البيعة فقال الإمام الحسين سلام الله عليه إن مثلي لا يبايع مثله يعني الإمام الحسين لم يقل أنا لا أبيع زيد لا ولكن قال إن مثلي يعني الذي يسير على خطي وعلى نهجي لا يبايع الظلم مهما كان وكما تعلمون أن في كل وقت حسين ويزيد وكل وقت فيه موسى وفرعون فالإمام سلام الله عليه خرج وترك أخاه محمد بن الحنفية على المدينة بعدما رأى الظلم والجور والفسوق والفجور من بني أميه وأن يزيد قاتل النفس المحترمة وأن مثلي لا يبايع مثله فجاء الإمام الحسين سلام الله عليه بمجموعته بالثلة الطيبة العصابة الطيبة الذين خرجوا معه من المدينة وبعضهم من مكة وبعضهم من الطريق مثلا جاء لمقاتلة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان والإمام سلام الله عليه لما وصل إلى كربلا طبعا وجد يعني مناطق متعددة فسأل الإمام الحسين عليه السلام ما تكون هذه الأرض قالوا نينوى قال هل لها اسم آخر قالوا الغاضريات قال هل لها اسم آخر قالوا العقر قال هل لها اسم آخر قالوا كربلا قال ها هنا محط رحالنا فالإمام سلام الله عليه لما نزل فيه اليوم الثاني من شهر محرم الحرام جمع أصحابه فعندما جمع أصحابه خطب فيهم خطبة قال أصحابي من كان عليه دين فليؤده اللي يعني بتعبير الدارج أنه اللي على دين لا لا يقاتل معنا فقام له رجل قال يا ابن رسول الله أنا مطلوب درهمي قال سدد ثم قاتل فالإمام الحسين سلام الله عليه خطب فيهم خطبة في نفس اليوم الثاني من المحرم قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة أن القوم يطلبونني يعني الإمام الحسين لم يجبر أصحابه بل قال إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة أن القوم يطلبونني ولو ظفروا به له عن غيري فالإمام الحسين عليه السلام لم يجبر أصحابه على القتال وهذا طبعا بعد ما استشهدوا وهذا الدم الزاكي الدماء الزاكية يعني الدم الذي انتصر على السيف شوف أن ترى أن الملايين في الأربعينية في محرم الحرام من شرق الأرض من غربها تأتي إلى إلى ضريح مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ولم تنتهي كربلاء قد شوف ترى أن البعض يعني أين قبورهم أين مواقفهم كيزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان يذكر باللعن يذكر بالإهانة وكذلك عبيد الله ابن زياد وعمر ابن سعد ابن أبي وقاص هؤلاء الثلة الذين وقفوا بوجه الحسين عليه السلام يسألهم الحسين على ما تقاتلونني أنا سنة غيرتها شريعة بدلت قالوا لا ولكن بغضا لأبيك وما فعل بنا ببدر وحنين وهذا يعني صار عليه وصارت واقعة كربلاء أنه يعني يقاتلون بغضا لأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه بغضا للولاية ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا هناك كانت معارضة معارضة شديدة يعني بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس من جلس في سقيفة بني ساعده ونصب الأول ثم الثاني ثم الثالث وترك مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه باعتبار أنه الخليفة والولي الشرعي صاحب الولاية التكوينية وصاحب الولاية التكوينية التشريعية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني السيد العلامة الطبطباء يقول عندما يصل إلى تفسير قولي تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عامله وهو في الآخرة من الكافرين يقول كل الإيمان هو علي بن إبي طالب فهؤلاء الذين عارضوا الحسين سلام ضيعه هم من قبل قد عارضوا مولانا أمير المؤنين سلام الله عليه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الكافرين لم يتفرقوا في وقت أمير المؤنين سلام الله حتى جاء الأمير المؤنين جبرائيل يحمل جزء من الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بولايتي علي سلام الله عليه لذلك هؤلاء الذين عارضوا الحسين ومنعوا الحسين وقتلوا الحسين سلام الله عليه لم يكن يصدر شيء من الحسين إلا أن أباه أمير المؤنين سلام الله عليه يعني قتل أبطالهم في بدر وحنين وكذلك في الأحزاب ومعارك أخرى لذلك هم هذا بغضهم ويعني عصبيتهم التي دفعتهم إلى هذا الأمر وأدى إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبن فضل عباس وابن علي الأكبر والصحابة وهذا انتصار عاشوراء انتصار الدم على السيف نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لزيارة سيد الشهداء وشفاعته يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة